اشتركوا في القناة حاصرت قوات الأمن السعودية صباح اليوم عددا من المطلوبين بعد الاشتباه في تواجدهم بأحد المباني السكنية بالعسلة وفقا لصحيفة عكاظ السعودية وأكدت مصادر أمنية سعودية أن أحد الإرهابيين لقي مصرعه بعد تبادل لإطلاق النار فيما تم إلقاء القبض على باقي المطلوبين مشيرة إلى أنه لم يتعرض أي من رجال الأمن المشاركين في العملية لأذى قالت الشرطة الصومالية أن سيارة ملغومة استهدفت مركزا تابعا لها في العاصمة مقدشي وأمس الخميس مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وأعلنت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم وهو الثاني لها هذا الأسبوع أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخميس منحه تمويلات للاتحاد الدولي للبنوك فرع الشركة العامة بهدف تدعيم تنفسية الشركات المحلية في تونس وضمان اندماجهم في الأسواق الموسعة وأوضح مسؤول عن مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس أن قيمة هذه التمويلات بقرض بقيمة 40 مليون يورو لتمويل المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمحت مصر بعبور طائرات تابعة للخطوط الملكية المغربية أجواءها مساء أمس الخميس قادمة من كازبلنكا في طريقها إلى الدوحة ولأول مرة منذ فرض الحظر الجوي على عبور الطائرات إلى قطر تأكيداً لالتزام مصر ودول المقاطعة لقوانين الطيران الدولية وصلت إلى مطارات القاهرة وبرج العرب وشرم الشيخ أمس الخميس 20 طائرات تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران على متنها أكثر من 3000 معتمر قادمات من الأراضي المقدسة ضمن الجسر الجوية الذي نفذته الشركة الوطنية أصدرت المملكة العربية السعودية إحصائية بأعداد المعتمرين الذين زاروا أراضيها منذ بداية موسم العمر في أول سفر 1438 هجرية وتصدرت مصر المركز الثالث بأعداد معتمرين بلغت 617 ألف وأربعة وبنسبة زيادة 10 و63 من 100% فتحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية اليوم الجمعة سجلاً للمواطنين السعوديين المقيمين في مصر لمبايعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود بمناسبة اختياره ولياً للعهد في المملكة وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً اليوم بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة وعرد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه الداخلية بتنفيذ القرار قبل أجازة عيد الفطر المبارك أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد اليوم الجمعة تفاصيل تقرير المعاينات الأولية والمبدئية للحريق الهائل الذي نشب بمنطقة سنكوحة بقرية الرشدة بمركز الدخلة على مدى يومين متتاليين وكان مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء أحمد عبد الغفار تلقى اختارا يتضمن تفحم 1500 نخلة مثمرة وغير مثمرة في حريق بمزرعة 15 فدانا بمركز الدخلة وإصابة أربع أشخاص منهم حالتان اختناق والباقي إصابة بجروح نتيجة استضام بجسم صلب مع تفحم أربع منازل و96 حظيرة ماشية وأعلاف ونفوق أربع وأربعين رأس ماشية أصدرت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة التابع لوزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة منشورها الدوري رقم 48 لعام 2017 تحذر فيه من عقار سيتال الخافض للحرارة بكافة أشكاله الصيادلية تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بأسيود لقيامه وآخرين مقيمين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة ثلاثة ملايين جنيه مصري فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكافر الشيخ المتحدث رسمي للمديرية بأن حملة لإدارة التموين اليوم أسفرت عن ضبط صاحب مخبس بناحية الكوم الطويل دائرة المركز لاستلائه على 153 شكارة دقيق بلدي مدعوم بفروق أسعار 40.545 جنيها وتم تحرير تقرير ومطالبة المذكور بسراد فروق الأسعار لحساب الهيئة العامة للسلاع التموينية تستطلع دار الإفتاء غدا السبت هلال شهر شوال لعام 1438 هجرية من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة متطورة في إثبات رؤية الهلال توقع الدكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد أن تشهد البلاد موجة حارة بداية من يوم الأحد القادم وستنتهي نهاية الأسبوع لافتا إلى أن درجة الحرارة ستصل ذروتها يوم الاثنين حيث تسجل درجة الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 40 درجة ونصح سعودي بارتداء طاقية أو غطاء للرأس وشرب السوائل بكثرة وتجنب السفر في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي ذكر الله واحد من سلسلة مع القرآن بين يدي رمضان فضيلة الشيخ سعيد حمد حياة الإنسان بين الغمرة والسكرة من سلسلة تأملات في آيات والمحاضرة السابعة من سلسلة تفسير سورة الأحزاب فضيلة الشيخ ياسر برهامي رثاء رمضان مقطع الشيخ سعيد محمود العبودية الشيخ رجب أبو بسيسة تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي كن قرآنيا كتبه جمال فتح الله عبدالهادي رمضان ووحدة الصف كتبه وائد رمضان ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي حكم الانصراف من صلاة التراويح قبل أن يوتر الإمام حكم تزويج الشباب الفقراء وتوفير مساكن لهم من أموال الزكاة انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته